الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذكر الله وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى إن كثيرا من البشر ولا سيما في عصر يطلق عليه عصر القلق يعاني من الإضطرابات والوساوس والمزيد من القلق بكل أنواعه لذلك حينما نسمع أن العلاج الدين النفسي هو ذكر الله نوجه الناس جميعا إلى ذكر الله والالتزام به يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب يعني في كثير من الأحيان نجد أن هناك أصناف متعددة وشرائح عمرية مختلفة من البشر يعاني مشاكل من الإضطرابات والوساوس في ناس تعاني من قلق المستقبل خوفا على أبنائه نقوله خليك والتزم بذكر الله وإن كنت خايف على أبنائك في المستقبل ده مش مطلوب منك إنك تعد لهم مال كسير أو تبني لهم عمارات أو تجهز لهم صروة طائلة يكفيك ذكر الله وتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذري ضعافا خافوا عليهم فليتكوا الله وليقولوا قولا سديدة يتكوا الله ويذكروا الله فتطمئنوا القلوب فيأمن الإنسان على نفسه من القلق بكل أشكاله وأنواعه إن كنت تخاف على الأبناء من قلق المستقبل وقلق الرزق والله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون ومن أحب الكلام إلى الله وخير الأقوال كما قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لماذا؟ لأنها كلمة التوحيد الخالصة التي تكون من الوجدان بالإيمان والإيمان هنا ينبع من جوارح الإنسان فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل الجوارح والأرض أن تذكر الله وأن تكر له بالتوحيد الخالص علماء الطبيعة يقولون أن الطبيعة لا تعرف الفراغ الكوب الخالي من الماء الكوب الخالي من الماء مملوء بالهواء وكذلك قلب الإنسان قلب كل واحد منه يئما يشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى يئما يكون هذا القلب فارغ من ذكر الله وطاعته ويكون هذا القلب مشغول بحطام الدنيا بالشهوات بالملزات واقع وغارق في المعاصي ولذلك الله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأمره سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يلزم نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي قال واصبر نفسك أيها النبي مع الذين يدعون بالغدات والعشي يذكرونه في دعواتهم في صلواتهم في خلواتهم وذهب رجل إلى الإمام الحسن البصري ناس كتير في زمننا بتشكو الفقر بتشكو ذيك المعيشة كلة الأرزاق كلة المعايش عنده مشاكل غير قادر على اختيار شركة الحياة ما بينجبش كل ده الإمام الحسن البصري واحد رايح بيسأله بيقول له يا إمام أشكو كلة الإنجاب أنا ما بخلفش ما بينجبش يا إمام قال له استغفر الله وجاء له رجل آخر يقول له يا إمام أنا مش قادر أختار شركة الحياة يشكو له أنه مش قادر يختار شركة الحياة قال له استغفر الله التاني بيشكو من ذيك الرزق وكلة المعايش قال له استغفر الله رجل في مجلس الإمام الحسن البصري قال يا إمان ألزمت هذا بذكر الله وألزمت هذا بله قال ولم لا ألم تسمعوا قول الله قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار إذن علينا بذكر الله والاستغفار فهو سبب لتفريق الكروب وإزالة الهموم وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته